طيب هل وإحنا في الزحمة دي ما بنحاربش الإرهاب ومش واخدين بالنا من المخطط اللي مفروض كان يتم في رسم الخرائط الجديدة واللي بيتم إنفاذها على بعض الرقع الجغرافية ومن تحت يعني من قواعدها مش بعد انتصار عسكري أكيد كلنا واخدين بالنا إنه الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق هيتم الشهر الجاي يوم 25 سبتمبر وده معناه على طول بداية كده لتذكرنا تمشيط الزاكرة عندنا إن سياسة تقسيم دول الإقليم شغالة على قدم وصاق ولو فكرنا مع بعض هنقول إن احنا من زمن الحرب على العراق طلعت النيوزويك ونزلت على الغلاف خريطة قسمت العراق لثلاث دويلات ووقتها تكلمنا ووقتها قلنا وبرضو تقال الديمقراطية وصدام الديكتاتور ومشيت الحياة لكن لأن النفص طويل جدا علشان الأرض تقبل التقسيم كان مفروض إن النفط يقع سعره وتبقى العراق بحاجة الدولة النفطية الغنية تبقى بحاجة لكل القروض اللي بتاخدها من فرنسا ومن انجلترا ومن أي حتة والحكاية بدأت وقدام عينينا وبتقول إن التقسيم حاصل وإحنا رايحين للاستفتاء والبداية بإقليم كردستان بس هل يا ترى إقليم كردستان ده اللي بيجي الوزير الفرنسي عشان يقول إحنا مش موافقين يعني بيكلم مسعود برزاني ويقوله إحنا مش موافقين على الاستفتاء خليكوا في عراق موحدة طب هل الكلام ده هو نفسه الكلام اللي بيتقال في الغرف المغلقة ده كمان بيفكرنا على طول بالمخطط يعني لازم الدنيا تبقى متربطة بعدها بيرنر لويس المستشرق البريطاني اليهودي الصهيوني الأمريكي الجنسية اللي من سنة 1948 كان بيكلم على إزاي يتم نشأة دولة إسرائيل في وسط يقبل بيها في علاقات طبيعية يعني إحنا رايحين لتقسيم الخرائط بطريقة تانية أيوة علشان كده من فضلكم تعالوا نبص كده على المشهد بيشتغل إزاي الحلم كان في سايكس بيكو تقسيم المنطقة لدويلات طائفية علشان كل واحد يتخانق مع خوه فما يبقاش فاضي يتخانق مع عدو مشترك والحقيقة لازم ناخد بالنا إن كل الدول الكبرى الآن وموقفها من الاستفتاء بتاع الشهر اللي جيدة هو موقف مش مفهوم لهم معه ولا هم ضد ولا الموضوع يخصهم ما هي الأرض بقت جهزة وممهدة علشان كده مثلا هتكتشف إن الأمريكان مش منزعجين لكن بيقولوا لا مش وقته الفرنسويين مش منزعجين بس بيقولوا لا مش وقته بس هم بيقولوا المواقف دي بيحتضنوا في الولايات المتحدة بالهامش اللي مسموح به من حرية الرأي والتعبير كل المؤتمرات الداعية لكل الأكراد لضرورة الاستفتاء على استقلال الإقليم بس المفاجأة شوفوها انتم لأن أعتقد إنها هتكون مفاجأة حاسمة تاني يوم مع مفخمت الرئيس القائد الغفيق مصطفى البرزاني مسعود البرزاني نحن الشعب اليهودي والشعب الكردي تربطنا به علاقات تاريخية نحن مش بس أولاد عم نحن أخوة الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي أخوة واليهود في جميع أنحاء العالم في أوروبا في سويسرا في أمريكا سيدعمونكم اللعب السهيوني في أمريكا سيدعمكم لقد قال رئيس الحكومة شكرا لقد قال رئيس الحكومة منذ بضعة أيام لثلاثين كونغرس ثلاثين نائب أمريكي نحن نريد دولة كردستان نحن ندعم استقلال كردستان سوف تكون دولة مسالمة دولة غربية دولة علمانية وأنا أقول لكم هيدي قوي منتا الأبيض اطلعوا على الاستفتاء صوتوا لصالح استقلال دولة كردستان لا تسمعوا للعرب طيب لا تسمعوا للعرب خلونا بس قليلا لو انتبهتوا هذا الرجل الإسرائيلي وهو يتحدث قال مصطفى وبعدين مسعود لأن الحكاية تبدأ من عند الأب من عند مصطفى برزان علشان كده خلوني أقول لكم أن الحكاية قديمة شوية لأن الحقيقة من وقت بنجوريون كانت النظرية بتقول أنه ضرورة إقامة تحالفات لكل الأقليات في المنطقة وخاصة دول الطوق الثالث أي الدول اللي ليس لديها حدود مشتركة مع إسرائيل يعني مصر والأردن وسوريا إحنا الطوق الأول الطوق الثاني والطوق الثالث دي الدول اللي ما عندهاش حدود مع إسرائيل دايما كنتم تسمعوا المصطلح ده إحنا دول الطوق وبالمعنى ده إحنا دول الطوق الأول طيب خلوني أقول لحضراتكم لازم ناخد بالنا كويس قوي أنه التاريخ شوية قديم والتاريخ كان بيتكلم أنه العلاقة بدأت ما بين الأكراد وما بين الإسرائيليين من سنة 63 ولازم ناخد بالنا أنه مصطفى البرزاني يعني طول الوقت خد قرار أنه يحارب الجيش العراقي واستمر هذا الاقتتال ما بينه وما بين الجيش العراقي لمدة 12 سنة وقفت فيها إسرائيل لجانب الأكراد دعمتهم وكان الحقيقة دايما عندها وفد موجود في المناطق الكردية بيتكون تقريبا من مستشارين بيتم تغييرهم كل ثلاث شهور وغالبا المستشارين دول لازم يكون منهم حد من ده طبعا صورة مصطفى البرزاني يكون معاهم حد من ضباط الموساد ومن الفرقة الخاصة وطاقم طبي يعني إسرائيل كانت معنية بتدريب الأكراد على كل أنواع القتال المهم هنا أن احنا ناخد بالنا أنه في الوقت ده كانت إيران هي دولة الشاه وكان كل ده بيتم وكل الاتصالات بيتم ما بين الأكراد شاه إيران إسرائيل ومن ثم عواصم أوروبية زي باريس وزي لندن لازم هنا ناخد بالنا كويس قوي أن المشهد ده مشهد بيقول أن الحلم من 63 ويمكن قبلها بصوا بيتحقق إمتى علشان هم بيعلموكوا عن طريق الناس اللي بيزرعوهم بيننا أن الحكاية نقولها النهاردة تخلص بكرة ما فيش في السياسة كده وأعتقد أن احنا بنعيش فترة سياسية تقيلة ومهمة بحسن القيادة اللي مش مستعجلة لا على الإعلان ولا على الخطابة والكلام المفوه بتاع زمان ولا على الوصول للنتائج التي لا تعلنها المهم أنها تمشي لتحقيق النتائج في نهاية النفق علشان كده المسألة تستحق أن احنا نقف عندها بدلالتها عن اللي بيحصل عندنا بدلالتها عن اللي بيحصل في الإقليم بدلالتها على أن ده وقت تبديل الوجوه القديمة لا هتسمعوا عن جميل اسماعيل ولا على إسراء عبد الفتاح ولا على أسماء محفوظ ولا على محمد عادل ولا على دومة الناس دي خلاص مش هتبقى موجودة هيبقى فيه نمازج أخرى من مفاصل مختلفة علشان كده الحكاية تستحق أن انتوا تشوفوها وتستحق أن انتوا تعرفوا ليه كان لازم ناخد بالنا إن فيه ناس بتسرق حلمك وفرحتك وإحساسك بالنجاح وعشان كده أنا أصريت إن احنا نشتغل على قصة نائب محفظ الإسكندرية ومن عديهاش